اشتركوا في القناة جنوب المملكة منذ الساعة الأولى ليومه الاثنين في فيضانة وارتفاع منصوب مياه عدد من الويديان وحسب مصادر محلية فقد عرفت جماعة تغجيشت بإقليم كولميم ومعها جماعة صبوية بإقليم سيديفني أكبر نسبة من التساقطات مؤخلفة ارتفاع منصوب مياه الويديان التي تعتبر منطقة وفيضانة شلت حركة السير بإعدد من المعابر هذا وارتفعت منصوب مياه وداسكا تركا وسايا بإقليم كولميم لدرسة تجاوزت علوه بعد القناطر الأمر الذي تسبب في عزل بعض المناطق واستنفالت سلطات إقليمي سيديفني وكولميم كافة الأجهزة ذات صلة للعمل على إعادة فتح المعابر المتضررة وإزالة مخلفات الفيضانات ببعض المناطق كنتم مع نصرة إخبارية إلى اللقاء